المعلومات الوالد كان المرحوم إليح بيئة كان على علاقة وثيقة بجورج حاوي اللي كان قيادة سوري طالبي من الوالد أنه يشرف سياسيا على التأهيل السياسي لزجاجة التعبير لإليح بيئة بهذه الفترة وبالتالي كان في علاقات وثيقة 89 بيقول أنه الدبلوماسيين الأربعة اللي كان على رأسهم أو أبرزهم أحمد متوسليان هو أحد قادة الحرس السوري وأحد مؤسسي الحرس السوري الإيراني وكان معه القنصل أو القائم بالأعمال الإيراني من بات المسوي وهذه عشيرة كبيرة في إيران وفي لبنان ومعهم مساعدين اثنان هؤلاء الدبلوماسيين لما أجوا من البقاء ضلوا طريقهم كانوا بدأوا على بيروت ضلوا طريقهم ووصلوا على حاجز بربارة وجهاز الأمن تابع لإليح بيئة اعتقلوا وعرف هويتهم أنه الإيرانيين والحرس السوري ترجمة نانسي قنقر